طيب وغندوزول واحد الفقرة مهمة دابا الدكتورة ياسمينة جات وجابت لنا معها واحد الفم اللي غادي تورينا به طريقة صحيحة لتنظيف الأثنان نتبعوا معها أول حاجة كما قلت قبيلة كل شيء الناس كيحكوا أثنانهم لأن كما قلت الزميلة دابا كين التوعية وكين الأنترنت وكل شيء باغي يكون زوين وباغي أثنان يكونوا زوينين المهم هي الطريقة الصحيحة أول حاجة الطريقة الصحيحة والكاملة لتنظيف الأثنان خص السنان يتحكوا ثلاثة المرات في النهار على الأقل ثلاثة دقائق في كل بغسج وخص التنظيف يكون فيه الفرشات المعجون الغسل في بعض الأحيان الخيط اللي هو ضروري وفرشات الليسان كان بدون نحكو السنان بها الطريقة أول حاجة لأنه كين واحد الأخطاء الشاسعة شائعة خصنا نحكو الفم الفقاني بوحدو والتحتاني بوحدو علش باش ما كان نسبوش نازيف اللتة كان أخذو الفرشات للأسنان كان دروها بواحد بحل 45 درجة وكان بدو من الأحمر لأبيض من الأحمر لأبيض بحركات بطيئة ماشي بالزربة باش ما قالوغ من الأحمر لأبيض من الأحمر لأبيض من الأحمر لأبيض من الأحمر لأبيض وكي تجاهلوا الأغلبية للناس هذه الأماكن اللي هنا تحت للسان اللي هي كتوقع فيها الترصوبات لأن هنا كين توقعوا بديل إفرازات اللعاب كينين هنا وكينين هنا في الدرس الفقانيين وهنا كيترصبوا كتر هنا خص هذه الأماكن مخصومش يتجاهلوها حتى هي يحكوها مزيان ويحكو هنا الداخل كما نقول لهم أنا ما تحكوش غير فاسد خصكم تحكو حتى الداخل وهذا البارد أوكلوزال اللي بسكو فيها واحد الشقوق واحد هي اللي كتلصق فيها الماكلة خص يكونوا بها واحد الحركات دائرية وغيب شوية وخصنا توجو نغسلوا اللسان بواحد طريقة بفرشات اللسان دابرها كينة كتباع وحتى قبل كان في الظهر ديال الفرشات كين باش تحكو اللسان من الداخل البرة مرة في اليوم وخص كذلك تستعمل الغسول ديال الأسن ديال الفم غير الغسول ديال الفم مخصوش تستعمل بطريقة عشوائية لأن فيها أنواع فيه غسول غني بالفلوريد كيصلح الناس اللي عندهم تسوس ولا الوقاية فيه واحد اخر معقمي قد يشريوه بلا وصفة وفيه واحد اللي كتكون فيه الكوليغيكسيدين هذا كنعطيوه مضاد للبكتيريا كنعطيوه في الحالات ديالي باقودونتيت يعني فيكي يكون الحمرض طريقة الاستعمال دياله مهمة لأنه خص المضمضة دياله غيجوج مرات في اليوم وماشي كتر من ثلاثين ثانية ومدة عشرة أيام إلا ما كانش له غسبيل هاد القواعد كيكوننا واحد صبغات كيعطي واحد الصفيرار في الأسنان اشتركوا في القناة